تعالوا نروح الأول لزميلنا فاروق صلاح مراسل قناة النادي الآلي ونتطمن منه على الأجواب فندوق الإقامة فضل يا فاروق كل الشكر ليك يا كاب نعيما وكل التحية لكل مشاهدين ومشاهدة ومتابعي شاشة قناة النادي الآلي في كل مكان من هنا من داخل مقر إقامة تفريق للنادي الآلي وآخر استعدادات للنادي الآلي لمواجهة تفريق برامدز في المباراة الجولة الخامسة والعشرين للدوري المصري الممتاز المقرر إقامته على استهاد الدفاع الجوي في تمام الساعة التسعة واحدة من المحطات الصعبة في مشوار النادي الآلي في بطولة الدوري الممتاز والذي أكد عليه مستر ريكاردو سواريش في كلامه مع اللعبين لو نتكلم على التفاصيل يوم فريق النادي الآلي النهاردة كابتن أيمن كان اللعبون تناولوا وجبة الإفطار في تمام الساعة 11 صباحا ثم وجبة الغداء كانت في تمام الساعة الثالثة عقب وجبة الغداء كان في جلسة جمعتنا بين أفراد الجهاز الفني بقيادة مستر ريكاردو سواريش وجهازه المعاون مع الكابتن سامي مصان والكابتن سيدة عبد الحفيز طبعا تم التطرق والحديث عن المباراة مع بعض الفيديوهات الخاصة بفريق بيرامدز طبعا ودور لويس بيريرا محلل الأداء اللي بيشتغل على فريق بيرامدز خلال المرحلة اللي فاتت ونوقف على النقاط القوة والضعف الخاصة بالفريق أيضا مستر ريكاردو سواريش كانت فرج على آخر مباراة جمعتنا بين الآلي وفريق بيرامدز في كأس مصر واللي كانت انتهت بفوز النادي الآلي بأدفين مقابل أدف وأيضا تابع وتفرج على مباراة الآلي وبرامدز المباراة الأولى اللي كانت في الدور الأول وانتهت بفوز النادي الآلي على استادي الآلي ويهي السلام بثلاثة أدف مقابل لاشيء أكد مستر ريكاردو سواريش على اللعبين على ضرورة عدم الحديث تقصب بمباراة النهائي كأس مصر أمام نادي الزمالك قال بعد مباراة بيرامدز نبدأ الاستعداد نبدأ الحديث لمباراة الزمالك في نهاية كأس مصر شدد على اللعبين على ضرورة النهاردة يعني ضرورة الثلاثة نقاط في الزيء المباراة طبعا فريق بيرامدز خمسين نقطة لأهل تمانية واربعين نقطة قال إن هي محطة مهمة جدا ومهورة مهمة جدا نحاق الفوز النهاردة عشان نتجاوز فريق بيرامدز علشان يظل الفارق مع الفريق الزمالك قبل المواجهتين المؤجلتين للنادي الآلي بالأمس كان التدريب الأخير لفريق النادي الآلي على ملعب مختار تيتش قبل التدريب كابتن آيمن كانت في محاضرة فيديو جامعة ما بين مستر ريكاردو سواريش واللعبين نتكلم فيها طبعا على أهم النقاط الفنية اللي احنا لمسينه بقى من اللعابين يا كابتن آيمن أن اللعيبة مبسوطة جدا اللعيبة سعيدة بالشغل الفن اللي بيعملوا مستر ريكاردو سواريش في التدريب في الملعب يعني كلها حديث مع بعض اللعابين اللعيبة تكلمت يا كابتن آيمن أن الأمور اللي بنشوفها في التدريب هي مواقف من اللي بتحصل في الملعب ودي الأمور اللي مستر ريكاردو سواريش بيشتغل فيها مع اللعبين أن أي أمور بتتم في التدريب ما هي إلا صور مصغرة بتحدث في الملعب ده سهل كتير جدا على مستر ريكاردو سواريش في التعامل والوصول إلى اللعبين أيضا الحالة المعنوية اللي احنا لمسينها للعبين بعد الفوز على فريق فيوتشر بأربع أداف ادى ارتفاع للروح المعنوية عودة الروح للعبين عودة الروح لبعض اللعبين ويعني شايفين حالة معنوية مختلفة مع حسام حسن مع محمد مجد أفشا مع علي معلول مع كريم فؤاد عبد المنعم أيمن أشرف الشناوي أيضا صلاح محسن محمد شريف كل اللعبين يا كابتن أيمن حسين بقيمة المرحلة حسين بالشغل اللي بيعملوا الجازل الفني مستر ريكاردو سواريش بيركز على التفاصيل مهمة جدا فيه كل الأمور سواء في التدريب سواء في الملعب إن شاء الله نتمنى التوفيق لفريق النادي الأيلي في زي ألا المباراة وتجاوز عقبة من المحطات الصعبة جدا في مشوار النادي الأيلي نحو درع الدوري طبعا زيما أنت حضرتك عارفة كابتن أيمن يعني طاقم تحكيم لازي المباراة طاقم تحكيم أسباني بقيادة كارلوس دي سيرو حكم 46 عام هيعاونوا في هزي المباراة رؤول مارتينيز ودييجو بيرو سيزار سوتو حكم رابع اتنين على تقنية الفار خوان مارتينيز واغنازيو فيلا نوفيا وده الحال الاثنين اللي هيكونوا على تقنية الفار مباراة مهمة جدا كل التوفيق لفريق النادي الأيلي بطمنك بطمن كل جمهير النادي الأيلي على حالة الجائزية اللي عليها اللعبين خلال لحظات طبعا هيكون التحرك لملعب المباراة ملعب الدفاع الجوي اللي بيبعد عن مقر خامة فارين نادي الأيلي بعشر رداي كل التوفيق لفريق النادي الأيلي فازيه المباراة من جديد تعود الكلمة للكابتن أيمن شاوي شكرا جزيلا الزميل العزيز فاروق صلاح